وبكرة معانا مباراة هي من المباريات اللي خدت طابع الصعوبة وخدت طابع في فترة من المفترات إن النادي الآلي غير موفق فيها ولكن في النهاية النادي الآلي اللي كان البعض بيراهن على فكر الجداول وعلى تفوق بيرامة زعليه كنا بنعرض هنا المباريات وبنقول إن ده استثناء زي ما قلنا لكم في بداية الحلقة إن اللي بيتوج بالدوري غير النادي الآلي بيكون استثناء عمل ده مسماني غير كتير جدا رقميا ثم كولر هذا الرجل الذي واجه بيرامة في ثلاث مباريات قدر يحقق في المباريات الثلاث انتصارات وعنده مباراة بكرة عايز أقول لكم حاجة في كولر أنا كنت شايف كولر غير سعيد بالمرة بعد مباريات الحرس كنت شايف على ملامح كولر الحزن بعد مباريات الحرس وده بالنسبة لي المدرب اللي البعض يقول أنت توقت بالدوري مباراة تفالية مجرد بتستلم الدرع ولكن أنا بقول لكم كولر لم يكن راضي أبدا عن مباراة الحرس وعشان كده أنا بقول لكم إن كولر بكرة هيكون عنده مساعي مهمة جدا إنه هو يواصل انتصاراته على بيرامنز كولر مدرب ما بيقدرش في كتير جدا من الأوقات إنه هو يتعامل مع الأمر إنه بسهولة أو إنها مبجرد مباراة بعد حسم الدوري كولر بيوصل شخصية للاعب النادي الأهلي افتكروا جزيه لما جاء جماعة حاول يزرع في لعب النادي الأهلي شخصية وهي الأهم من الفنيات شخصية غيرت حسابات النادي الأهلي خارج الأرض شخصية غيرت عقلية للاعب النادي الأهلي في فكرة تحيير فوز شخصية في الحد الأدنى اللي يتقبلوا لعب النادي الأهلي عشان كده تدريبات النهاردة كان ممكن لقطة ما تشفوش فيها كتير من اللاعبين اللي موجودين كان ممكن ما تشفوش الجدية اللي على الشاشة كان ممكن ما تشفوش التصميم والإصرار ولكن يا جماعة ده مش تدريب في بري سيزن ده تدريب لفريق حسم البطولة تدريب لفريق عنده مباراة مفترة بكرة رقمية بس على الورق مش هتفرق في أي شيء ولكن هذا هو أهل كولر يا سادة هذا هو النادي الأهلي اللي في وجود كولر هي دي عقليته هي دي شخصيته هي دي طنوحاته واعتقد أسامة المشهد ده في نهاية موسم لده للك كتير جدا بالتأكيد وكنا نتمنى أن مباراة حرس الحدود تنتهي بفوز النادي الأهلي لأسباب متعلقة أن كولر كان محتاج أنه يوصق الموسم الاستثنائي ده برقم قياسي الحقيقة 90 نقطة يعني احنا وقفنا أعلى رقم أنا كان النقطة 89 كان متاح لنا في حالة الفوز في الثلاث مباريات سواء حرس الحدود أو برامز أو المصري أن انت تصل للنقطة 90 فالحقيقة لما تيجي تتكلم عن مستوى فني للثلاث فرق مع كاملة احترامنا للثلاث فرق فريق حرس الحدود هبط فكان المفترض تكون السلاث نقاط مضمونين يعني وإن كان ده مش موجود في القرى ولكن هم السلاث نقاط الأسهل في السلاث مواجهات فأكيد أكيد يعني فقدان فرصة أن انت تكسر رقم النادي الأهلي القياسي لأنه الأهلي يا جماعة بتاع الأرقام القياسية النادي الأهلي بيتصارع مع نفسه النادي الأهلي بيحاول يكسر أرقامه اللي هو بيحققها قبل كده مع أجيال مختلفة مع مدرين فنين آخرين أعتقد كان كلر في حاجة أنه هو يفنش الموسم ده بالنقطة 90 لكن عنده فرصة ونتمنى أننا لنفقد هذه الفرصة أنه هو ينهي الموسم ده من ضمن مواسم دوريا اللاهزيمة يعني مباراة بيرامدز مباراة المصري لو قدرت تطلع بفوز طبعاً أتمنى الفوز وتصل لنقطة 88 يبقى تاني رقم يتحقق يعني مش بالضرورة تحقق التسعين لكن لو ما قدرتش حتى تتحقق الفوز أنه أنت تتجنب الخسارة وعشان كده الجدية اللي موجودة في التدريب الحالة اللي بيلعب بها الفريق أن الموسم لم ينتهي وأعتقد دام الموسم حتى مباراة الزمالك يا جماعة أنت مباراة الزمالك نازل المباراة وانت حاسم لقب الدوري الطبيعي أن أنت تلعب على قد المباراة أه على قد المباراة يعني نادي الزمالك هو اللي يهموا المباراة مركز ثالث أو رابع مع فيوتشر لكن أنت بالنسبة لك حاسم بطولة الدوري اللي احنا شفناه عكس كده خالص اللي احنا شفناه أن أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الهدف الأول حسين الشحاة باختصار شديد لولا الأخطاء التحكمية في المباراة دي أنت كنت هتطلع الشوت الأول مستريح 4-0 مستريح 4-0 ولكن طبعا يعني في كل المباراة بيبقى واضح كده بشاير الفجوة هتزيد مع حكم مصري بنجمد بنحتوي بنوقف القصة ما ينفعش تزيد عن كده لكن لما حققت الكلام ده مع حكم أجنبي قدرت يتفوز 6 وأيضا كان لو أنت موفق كان وصل الأمر 7 وال8 وشفنا ما نقول جوزيه كان زعلان قد إيه أن أنت حققت 6 أهداف فقط لغير في شباك مرمى الزمالك فكلر جايب يعيد للناس وأنا هنا مش هعمل مقارنات جايب يعيد للناس شخصية المدير الفني القادر على أنه يوصل رسالة الجماهير النادي الأهلي أنا المدير الفني أو الرجل المناسب في المكان المناسب أنا قادر أكون طرف المعادلة طرفها النادي الأهلي ومسؤولي النادي الأهلي والاستقرار اللي بيتحقق في النادي الأهلي أنا قادر أحقق لكم البطولات دي ودايما بقولها أنا لا أبخس أبدا حق المتميزين النادي الأهلي دائما وأبدا هتلاقيه طربة خصبة للنجاح اللي بيستغل النجاح ده وبيحق نجاح كبير جدا هو المتميز لو أنت متميز هتكون في النادي الأهلي لك تاريخ عشان كده مش كل مدير فني بييجي يدير النادي الأهلي أو يتولى المسؤولية بيحقق نجاحات الملموسة اللي حقق قولر أو غيره من المديرين الفنيين نجحين الأساس في القصة التميز عشان كده مش كل اللعيبة أساطير زي الكابتن محمود الخطيب مش كل المديرين الفنيين زي مانوال جوزيه ومرسيل قولر وإيديكوتي وبيتس مسماني الفترة الأخيرة لما حقق اتنين دور أبطال فيه لعيبة جات صنعة اسم أو مدربين صنعوا اسم مع النادي الأهلي لأنه عندهم بعض التميز اللي بيتلقى مع التربة الخصبة للنجاح أعتقد كل رفارس من أهم المديرين أنا بس مش عاوز أحكم من أول سنة وأنا تعجل أمر لكن العنوان بيقول أنه ده يكون من أهم المديرين الفنيين اللي مروا على تاريخ مش لاهلي بس كرة القدم مصرقية